بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأبو جراندي آخر المستجدات الخاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية تترق اللقاء إلى زيارة مفاوض اللاجئين للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم 160 ألف وأكد أبو الغيط أهمية دعم المفاوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين لسيما مع عدم مضوح الموقف في السودان مشددا على أن الوقف المستدام لإطلاق النار يمثل القطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين لقد قمت بزيارة إلى معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان وبالطبع رأيت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية وقد أكدت على ضرورة تقديم الدعم الكبير لمصر من أجل النازحين السودانيين التي توقفت بهم الحياة وأؤكد لكم أن الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقف بجانب مصر بشكل كامل لحماية هؤلاء النازحين توقف بشكل كامل مصر